رجعت لكم بوصفة جديدة ومميزة رح أساوي معكم خبز الطابون الفلسطيني على أصوله أول خطوة بنزل بالمية الفاترة والسكر بالإضافة إلى الخميرة ومن مقدار الطحين رح أترككم تلو تساعة وهلأ بنزل بزيت الزيتون والملح وخليط الخميرة وبعجنهم لمدة عشر دقايق وبنزل بالعجينة على سطح مرشوش بالطحين وبكمل عجن حتى أحصل على عجينة لينة وملسا وبتركها تخمر 40 دقيقة وبعد هيك بقطعها لكور حسب الرغبة رح أستخدم الأحجار بغسلها وبجهزها وأول خطوة بحميها ولرغيف شكله مرتب بحدد الأطراف على شكل دائري وبعدين بفردها بالشوبك ودروري نغطي كل الرغيف بعد ما نخبزه حتى ما ينشف والوصف جاهزة رح أكتب لكم كل التفاصيل أسفل الفيديو وبالعافية ترجمة نانسي قنقر